مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة اليوم نناقش مدى كفاءة الحكومات الغربية خصوصا في التعامل مع الوباء الجديد الكشف كورونا عورات الدول المتقدمة في المجال الصحي وهل ما زالت الحكومات الغربية نموذجا يحتدى به في إدارة الأزمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل الفوضى التي خلفها فيروس كورونا تتمثل في فشل إدارة الأزمة من قبل الحكومات؟ ألم تكشف أزمة كورونا الخلل الكبير في معظم سياسات الحكومات وخصوصا الغربية منها التي تجهلت تصنيع احتياجاتها الرئيسية كما في أجهزة التنفس؟ أين ذهبت ما يقارب من أربعة تريليونات دولار التي أنفقتها الولايات المتحدة على القطاع الصحي العام الفائد؟ وكيف ينظر إلى تلك الدول التي باتت تعتمد على دول ناشئة حديثا في شراء المعدات الطبية؟ هذه الأسئلة سنحاول إجابة عنها مع ضيوفي من عمان الدبلوماسي الأمريكي السابق مفيد الديك ومن باريس الأكاديمي والباحث في الانتربولوجيا السياسية الدكتور حسين جيدل ويشاركنا الحوار من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صالحة سنبدأ النقاش بعد التقرير ملامح انهيار المنظومة الطبية أبرز مشهد لتقييم كفاءة الحكومات الغربية الآن والسبب وباء كورونا الذي كشف سوء إدارتها بشكل فادح الأسوأ قادم والوضع سيتفاقم هذه رسالة أغنى دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواطنيها ما يفسر العجزة الكاملة في قطاعها الصحي خصوصاً في ولاية نيويورك بعدما تداول ناشطون ووسائل وإعلام بعض المقاطع المصورة لجثث مجمعة في شاحنات لضحايا الوباء بالمدينة فيما طلبت الإدارة الأمريكية من شركات السيارات العملاقة تصنيع أجهزة تنفس ولجأت إلى كوريا الجنوبية للحصول على معدات فحص لفيروس كورونا ليس هذا فحسب فقد أثارت صورة ثلاث ممرضات في مستشفى بمنهات في مدينة نيويورك وهنا يرتدينا أكياس القمامة بدلاً من معدات الحماية الكثير من التساؤلات عن حال الرعاية الطبية في الولايات المتحدة والمكان الحقيقي الذي ذهبت إليه ثلاثة تريليونات وستمائة مليون دولار ادعت الحكومة الأمريكية أنها أنفقتها على الصحة العام الفائت دول أوروبا هي الأخرى كانت على قائمة دول العالم في الرعاية الصحية لم تعد مستشفياتها قادرة على استيعاب المصابين حيث لجأت بعض دولها إلى طلب يد العون لمكافحة الوباء اتهامات وجهت للبيروقراطية الأوروبية إضافة إلى عدم التعامل بجدية مع كورونا منذ البداية ففرنسا على سبيل المثال أجرت الانتخابات المحلية رغم تفشي الوباء في البلاد وهو ما دفع البعض لتشبيهها بإيران التي فعلت الأمر نفسه أيضا انهيار وعجز طبي يترك أسئلة كثيرة عن كفاءات الحكومة والنماذج الناجحة في الغرب وعن قدرة تلك الدول على احتواء الوباء أمام نقص في المعدات والأجهزة الطبية لصالح قطاعات التسليح فما هي حقيقة الوضع هناك؟ وهل عاش العالم بروباكندا داعمة للقطاع الصحي في الغرب؟ أم أن شفافية الدول هناك هي من تصنع الفارقة عن دول كثيرة في آسيا والشرق الأوسط؟ لبرنامج ولانا وقفة علي الموسوي أستاذ مفيد الديك سأبدأ معك هذا النقاش من الزاوية الأمريكية بعد وصول عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 3000 تصدرها العالم من ناحية الإصابات إن تحدثنا عن الكفاءة والفشل هل هنا نتحدث عن كفاءة إدارة الرئيس دونالد ترامب في إدارة هذا الوضع؟ أم نتحدث عن كفاءة النظام نظام الرعاية الصحي بشكل عام في الولايات المتحدة؟ أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهديك أعتقد أن المشهد مختلط في الولايات المتحدة يعني هناك نماذج ممتازة للقيادة في هذه الأزمة مثل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الذي أصبح نجما منذ بداية هذه الأزمة يعقد مطمرا صحييا يحضره الملايين وإلى حد أن هناك العديد من الأمريكيين الآن يطالبونه بأن يرشح نفسه بدلا من جو بايدن مرشح الديمقراطيين رئاسة الأمريكية وهناك على الشق الآخر الحكومة الفدرالية برئاسة ترامب التي أخفقت إخفاقا شديدا في إدارة هذه الأزمة وأسباب ذلك واضحة هذا الرجل لا يريد أي منغص يأتي على المشهد ليفسد عليه إمكانية إعادة انتخابه في نوفمبر القادم هذا الرجل رأى فورا أن فيروس كورونا سيخلق أزمة اقتصادية داخل الولايات المتحدة والجانب الاقتصادي هو الذي يعول عليه ترامب تماما لكي يفوز بالانتخابات القادمة حين رأى أن هذا الرجل بدأ يدام أستاذ مفيد إلى حيز زمني أوسع يعني الانتقادات طالت إدارة ترامب بشكل شديد جدا لطريقة تعاطيه ولكن على ذكر نيويورك تحديدا عندما نشاهد هذه الصور التي تأتي من ولاية نيويورك عندما نشاهد ممرضات يلبسنا أكياس القمامة لعدم وجود المواد الأساسية الطبية البسيطة عندما نسمع أطباء من تلك الولاية يقول أن المعدات الطبية البسيطة التي هي من الأساسيات غير متواجدة بمقارنة المستوى الطبي الرفيع المستوى في الولايات المتحدة يعني نحن في الشرق الأوسط تعودنا أن نسمع عن أسماء مسؤولين وملوك يذهبون إلى مايو كلينك للعلاج لا شك بالقدرة الطبية الأمريكية ولكن عندما ننظر إلى الأساسيات التي تنقص الآن في الولايات المتحدة يدور السؤال عن نظام الرعاية الصحية وأولويات الإنفاق الصحي في الولايات المتحدة هذا كلام سليم أيضا تذكرين أن الرئيس أوباما كان من أهم نتائج رئاسته لفترتين هي تمرير نظام الرعاية الصحية الشامل أوباما كير ولكن منذ جاء ترامب إلى الحكم حاول أن يدمر ويلغي هذا النظام بكليته الذي حاول أن يحسن قليلا من الوضع الصحي في الولايات المتحدة هناك يمكن 30% أو أكثر من الأمريكيين حتى الآن ليس لديهم نظام رعاية الصحية وترامب يريد حتى أن يحدد هذا الوضع لكن دعيني أقول أيضا أن مسألة نيويورك مسألة مختلفة إلى حد ما يعني نيويورك الآن بها أكثر من نصف حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لسببين باعتقادي واعتقاد المحللين أولا الكثافة السكانية الهائلة في نيويورك نيويورك بها حوالي 20 مليون شخص يعيشون بها في مساحة لا نتجاوز 700 كم مربع هي جزيرة وبالتالي هذه الكثافة السكانية إضافة إلى أن نيويورك هي معبر رئيسي للعالم إلى الولايات المتحدة وبالتالي جاء إليها كثيرون من من كانوا قد أصيبوا في دول أخرى ويأصابوا الولايات المتحدة هذا لا يعفي طبعا خصوصا النظام الفدرالي من التقصير الواضح الذي بدأ وتعرى أمام الجميع بأن الولايات المتحدة ليست جاهزة لوباء على هذا المستوى بهذه الضخامة هذا لا يخفى على أحد أبدا سأعود لاستكمال هذه النقطة معك أمريكيا ولكن دكتور حسين جيدا الآن قبل قليل كانت تأتي عواجل عن مكرون الرئيس الفرنسي يقول نحن بحاجة إلى أقنعة بحاجة إلى أجهزة تنفس ستكون الأولوية في هذه المرحلة لهذه الأمور أيضا أوروبيا ولنبدأ من فرنسا نفس اللوم الذي يوجد في الولايات المتحدة يوجد أوروبيا لم تكن هناك عناية ولا أولوية في الأيام العادية للمواد الطبية البسيطة الأساسية كيف نفسر هذا رغم أن أوروبا تعتمد نظم رعاية صحية مختلفة عن المنطق الأمريكي تحية لك وليد كرام الإخوة المشاهدين نعم الدول الأوروبية على فرنسا تبعت منذ حوالي ثلاثين سنة سياسة محاسبية بحيث يُعطى للمحاسبة الدور القيمة الأكبر وعليه تم تقليص كثير من الميزانيات ميزانية الصحة كما أنه السياسة التي تبعت أدت إلى نقصان في عدد الأطباء وعدد الممرضين وهي مشكلة تعاني منها فرنسا إلى اليوم رغم وجود الأطباء المهاجرين الذين يغطون هذا النقص إذن ماكرون الذي جاء مؤخرا والذي يمثل المالية العالمية والمنطق البانكي جاء أيضا ولم يحتث هذا التغير بل عكس ذهب بعيدا في هذا المنطق ورأينا منذ حوالي أربع سنوات إضرابات في المستشفيات الفرنسية الأطباء والممرضون ينادون بالوسائل لممارسة أعمالهم وخاصة في مصلحة الاستعجالات ولكن الحكومة الفرنسية ذهبت لم تلبي هذه الرغبات اليوم كورونا كشف عن ضعف المنظومة الصحية الفرنسية ولكنه أيضا كشف عن سوءة السياسة الصناعية التي انتهجتها أوروبا عموم وفرنسا بحيث لم يكن لدى فرنسا الآن حتى المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية للحياة ومنها الكمامات وأجهزة التنفس لأن هذه الصناعات تم تحويلها ونقلها إلى آسيا حيث الكلفة قليلة جدا فإذا فرنسا تعاني من هذا ولكن ماكرون الذي أدرك هذه الخطورة في خطابه الأول قال بأننا مستعدون إلى أن نغير هذه السياسة ونذهب إلى حل آخر جذري بحيث نعيد للدولة دورها في المجال الاقتصادي ماكرون مع مظاهرات السطرات الصفراء كان عليها التنبه إلى سياسته هذه ولكن هنا دكتور حسين عندما نتحدث عن فرنسا وسياسة ماكرون والخط الذي انتهجته فرنسا هل هي خصوصية فرنسية أو دعني أعيد سياغة السؤال الحديث أوروبيا هل يصح الحديث أوروبيا عن الوضع اتجاه التعاطي مع كورونا لأنه نلاحظ هناك فروق كبيرة بين كيفية تعاطي أو احتواء ألمانيا وجهوزية ألمانيا وبين جهوزية إيطاليا وجهوزية غيرها من الدول هل يجدر بناء أن نناقش الوضع أوروبيا أم كل دولة على حدة لأن الحالات خصوصية جدا باتت نعم النقاش هنا يطرح على جبهتين لماذا مثلا نجحت ألمانيا بينما لم تنجح فرنسا في هذا ما السبب هل يعود لسياسات أوروبية أم لسياسة الدولتين نعم سياسة ألمانيا مختلفة كثيرا عن سياسة فرنسا لأن فرنسا ذهبت إلى حد بعيد في تقليص ميزانية الصحة والإصلاح الذي وعد به في مجال الصحة لم يتي أكله والدليل ما حدث مع كورونا بينما الألمان انتهجوا منذ سنوات سياسة أخرى فيما يتعلق بالصحة وهو الذهاب ببطء في معالجة الخلل لكن فرنسا ذهبت في السياسة الليبرالية التي تعطي الشركات وتعطي المحاسبة دور الأكبر بينما الصحة وبقية المستلزمات التي تتعلق بحياة الإنسان أصبحت من الدرجة الثانية دكتور سمير صالحة كنا بدأنا الحلقة بسؤال عمومي وهو هل ما زالت الحكومات الغربية نموذجا يحتذا به في إدارة الأزمات كما نتابع حاليا دعني أبدأ معك بالاستفسار هل هذا السؤال عادل بالنسبة لما يواجهه كل العالم وبالنسبة لأن هذا الوباء وباء عالمي نعم نسأل خير للجميع أولا نعم أظن أنه سؤال عادل لابد من أن يطرح لكن في الموضوع الإجابة عنه ديما أظن أنه نحتاج إلى الكثير من الوقت لماذا؟ لأنه ما زلنا في قلب الحدث يعني الحدث لم ينتهي بعد حتى نخرج بالاستنتاجات ما نطرحه الآن ونناقشه هو مجرد توقعات لكن أنا أتفق معك في مسألات أنه بعد الآن العالم سيتغير يعني سيكون هناك نقاش جديد لكثير من المصطلحات السياسية الأمنية الاقتصادية الاجتماعية مثلا مصطلح الدولة القومية الإتانسيون مثلا برأيه هذا المصطلح سيتم مراجعته ومنقشته بشكل جديد موضوع العولمة جلوباليزيون أيضا كيف ستسير الأمور في التعامل مع هذا المصطلح في نقطة أساسية أيضا لن أطيل كثيرا في تجابة على السؤال أنه نحن الآن نناقش مسألات الحجر الصحي وكيف ستكون طرق الخروج والتعامل معها لكن علينا أيضا وهذا ما سنفعله في الأيام المقبلة أيضا الخروج من الحجر المنزلي ونتائج الخروج من هذا الحجر في منازلنا بعد الآن كيف سنناقش علاقاتنا داخل الدولة فيما بيننا وعلى المستوى الإقليم والدولة ديما طيب دكتور سمير استكمالا لنفس الفكرة هو سؤال عادل ويعني حتى الآن بما أنه جواب العالم كله للتعاطي مع فيروس كورونا هو الحجر الصحي وهنا تتساوى الدول المتقدمة مع الدول الصاعدة مع الدول الغير متطورة يعني العالم الأول والثاني والثالث سيان باتوا ولكن نحن في إطار التعاطي مع هذا الوباء الجواب عند جميع الحجر الصحي في إلى حين إيجاد لقاح أو علاج مأمول لهذا الفيروس ألا تعتقد أنه سيعود يظهر تقدم العالم الغربي عند هذه النقطة؟ صحيح عندي تشري مرة أخرى نقطة في غاية الأهمية برأيه أنه الآن هذه الدول والأنظمة والحكومات ستراجع ترتيب أولوياتها على ضوء هذه الكارثة الأزمة لماذا؟ لأنه المسألة لم تضع فقط مسؤولة علاقات ومصالح اقتصادية سياسية أمنية المنظومة الصحية كما قلنا قبل قليل هي الآن أمام اختبار كثير من الدول أثبتت أنها عاجزة عن حماية منظومتها وأوهية أساسا لم تكن تملك هذه المنظومة نقطة أخيرة أنا أطيل أيضا أن هذا الطرح وهذا النقاش كما أشرت أنت أيضا في السؤال نعم سيعيد ترتيب خارطة ربما العلاقات على مستوى العالم الخارطة التي كانت ربما مبنية على أساس منظمات إقليمية ودولية بعد الآن ربما قد تذهب بمسار جديد يعادة تموضع مقصده ديما في العلاقات بسبب هذه الأزمة وعلى ضوء هذه الأزمة طيب أستاذ مفيد الديك تحدثت دكتور سامير صالحة عن ترتيب الأولويات وهي كلمة تطرح في كثير من السياقات وعلى أكثر من موضوع في هذه الأزمة التي يواجهها العالم على صعيد الولايات المتحدة يعني إن عدنا إلى القطاع الصحي 17% من الناتج القومي الإجمالي صرفة خلال العام الماضي للرعاية الصحية بعض الانتقادات تقول أن أولويات توزيع هذه الأموال أكثر من 3.6 تريليون دولار لم تكن توزيع صح والأولويات كانت خاطئة وهناك سؤال آخر مرعب أيضا في بلد يفترض أن يكون شفافا السؤال أين ذهبت هذه الأموال إذا لم تكن لدى الولايات المتحدة المعدات البسيطة نعم السؤال في محله أيضا دعني أشير إلى أن من الآن حتى نوفمبر أي نوع الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة سيتحول النقاش كله في هذه الحملة حول نظام الرعاية الصحية أعتقد أن مواضيع مثل الإرهاب وحتى التعليم والعلاقات بين الولايات والضمان الاجتماعي كلها ستراجع في مقابل نظام الرعاية الصحية والطريقة السيئة التي أدارت بها خصوصا الحكومة الفدرالية نظام الرعاية الصحية هذا من ناحية من ناحية أخرى دعني أشير إلى نقطتين هناك من يحاول الآن بالعالم الترويج إلى أن أنظمة معينة هي في غالبها استبدادية كالنظام الصيني والنظام الروسي التي نجحت في إدارة هذه الأزمة وأن الليبراليات الغربية فشلت وهذا طبعا يسب في مصلحات أن الأنظمة الاستبدادية قد تكون أفضل للبشر من الأنظمة الليبرالية هذه نقطة في غاية الأهمية يرجو التنبؤ إليها في المقابل أيضا أستاذ مفيد هناك من يشير لأنها شمولية لأنها غير شفافة فالصين لم تخبر العالم ما يجري حقا فأفاجأت الجميع بوباء عالم هذه فعلا هي نقطة الأخرى الشفافية نحن لا نعرف بالفعل الأرقام الحقيقية التي أصابت الصين بالعدوى خلال الشهرين الأولين من هذه الأزمة ولا نعرف الأرقام الحقيقية في روسيا التي بدأ رئيسها منذ أسابيع فقط بالتنبؤ إلى أن هناك أزمة عالمية وأن عليه أن ينتبه عليها وبالتالي الشفافية بالعالم الغربي والصحافة الحرة التي تلاحق المسؤولين سريعا أستاذ مفيد أنا أعتذر للمقاطعة ولكن لنعود للنقطة التي أثرتها معك لأي تغيير يحصل من ناحية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة لا يقتصر على رئيس أو طريقة إدارته هنا نعود لمشكلة أصيلة في النظام العام في الولايات المتحدة وهي سلطة شركات الأدوية وسلطة شركات التأمين الصحية التي هي من أحداء أقوى اللوبيات وتلعب دور في كل انتخابات أليس كذلك؟ هذا كلام أيضا سليم ودلأسف الشديد أن الحزب الجبهوري الذي يرأسه ترامب يحاول منذ عشرات السنين أن يوقف الديمقراطيين عن نشر نظام صحي أكثر عدالة ويكون ميسورا أكثر للأمريكيين ولكن الحزب الجمهوري المرتبط أساسا في الصناعات الكبرى خصوصا الصناعة الدوائية وصيدلانية يحاول دائما أن يحجب توجيه الأمور إلى هذا الاتجاه كما حاول أوباما بل أنه حين نجح أوباما كان قليل في ذلك الآن يعيدون بل رفعوا قضية إلى المحكمة العليا لإلغاء نظام أوباما كير الذي كان أكثر عدلا في إدارة الوضع الصحي للأمريكيين الولايات وهنا لم يربح بيرني ساندرز كثيرا في توريجه لنظام الرعاية الذي يعتبره حق وليس رفاهية لكل أمريكي أعودي إليك الدكتور حسين جيدا حقيقة أن الدول الغربية المتقدمة الآن تلجأ لدول ناشئة لتعويض النقص في المعدات الأساسية كيف هذا يؤثر برأيك على العلاقة المستقبلية طالما أن العالم ينكفئ على نفسه وهناك شعور متزايد لدى الجميع بأنه علينا أن نتوقف على الاعتماد على الآخر ولكن في ظل الأزمة هناك اعتماد من دول متقدمة على دول ناشئة نعم هذا يفتح السؤال يفتح الباب المجال واسعا أمام الدول الناشئة أو نامية لتلعب دورا لاقتصاديا جديدا لأن تقييم الأزمة وإعادة بناء اقتصاد جديد وإعادة وضع استراتيجية صناعية جديدة يتطلب وقتا في هذا الوقت يمكن لهذه الدول الناشئة أن تستغل الفرصة وترمي بثقالها في هذا المجال إذن الدول الأوروبية وخاصة الغربية أدركت بأن الاعتماد الكلي على ما يسمى بالإنتاج الأقل كلفة والذي جعل حياة الأوروبيين كاملة بيد آسيا وخاصة الصين لابد من تذكير بأن 50% من صناعة الصلب والإلكترونيك والإعلام اليالي الآلي بيد الصينيين الآن أثبت كورونا أنهم أيضا بيد الصينيين وبيد أيدي أخرى وعليه هذه الدول ستذهب إلى إعادة تصنيع كثير من المنتجات والدول الناشئة لها تجربة في هذا ولها أيضا سوق إضافة إلى هذا بعد هذه الأزمة سنرى بأن هذه الدول ستلجأ لينقاذ اقتصادها إلى تخفيض معدل الفائدة مما يعني أن هناك سيولة كبيرة جدا وعلى الدول الناشئة أن تستغل هذه الفرصة لتحصل على هذه السيولة لأن الأزمة أثبتت نعم لأن الأزمة أثبتت بأن بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة أمر يمكن الآن غض النظر عليه لأنه سيكون صعبا جدا بعد هذه الأزمة سأكتفي بهذا القدر سؤال سريع دكتور سمير صالحة وأتمنى جواب سريع عن إعادة التموضع من المنظور الصحي كيف ستتغير الصورة يعني عودة إلى ما بدأنا فيها أنه كانت النظرة من الشرق إلى الغرب بأن الغرب متفوق طبيا متقدم صحيا الآن كيف ستكون برأيك لا أظن إطلاقا طبعا يعني المسألة الآن ستكون مرتبطة بإعادة كما قلنا خلط أوراق جديد ليس فقط في الموضوع الصحي في أكثر من موضوع يعني الدروس التي سنخرج بها من هذه الأزمة برأيي مرتبطة ديما بالثمن الذي سنتفعه في العالم كشعوب وكدول ما هي الأضرار يعني مثلا بنية الاتحاد الأوروبي بعد الآن التي كانت مرتبطة في أهداف محددة هذه البنية نفسها الآن أمام امتحان واختبار حقيقي اليوم سيدفعها إلى مراجعة أسباب التحالف فيما بينها برأيي الشكر جزيل لك من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة من باريس الأكاديمي والباحث في الانتربولوجي السياسية الدكتور حسين جيدل ومن عمان الدبلوماسي الأمريكي السابق مفيد الدك وشكرا جزيلا مشاهدين لحسن متابعتكم غدا ألقكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة كونوا بخير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة